بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض ساكاشن الوراثة السكشن بتاعي النهاردة عن التفوق هنعرف يعني ايه تفوق وناخد الامثلة بتاعتنا اللي موجودة في كتاب العمل ايه عن التفوق الاول قبل ما نبدأ نتكلم في التفوق في تطبيق 49 بيقولك لماذا تم استخدام نبات الزرة في التجارب الوراثية ليه استخدمنا نباتات الزرة في التجارب الوراثية لست حاجات مهمين اول حاجة لوجود كثير من السلالات التي تختلف عن بعضها في كثير من الصفات واقدر اننا من السهل تحددها وتمييزها رقم اتنين سهولة اجراء التلقاحات بين السلالات المختلفة تلاتة ان نسبة نجاح التلقاحات الصناعية اللي بتحصل عالية جدا رقم اربعة ان فترة الجيل قصيرة بتتراوح مبين تلاتة الى اربح شهور رقم خمسة وجود كثير من الصفات الخاصة بلون الاندوسبيرم رقم ستة بيسهل استخدام الدرة في الدراسات السيتولوجية زي ما قلنا قبل كده نحن نستخدمه في الانقسام الميوزي دول موجودين عندك في الكتاب في الكتاب النظري الاول كده قبل ما نبدأ نتكلم عن التفوق لازم اعرف ايه الفرق ما بين التفوق والسيادة احنا قلنا قبل كده ان السيادة بتبقى حالة تفوق بتبقى داخل الموقع الجيني الواحد بتعبير لو اتكلمنا بتعبير اخر ان حالة التفوق بتكون بين قليلين في موقع الجيني واحد وفيه بيحصل بيمنع او يخفي الاليل السائد تأثير الاليل المتنحي عند وجودهما معا في الفرد الخليط تي كابتل تي سمول التي كابتل ده سائد على تي سمول المتنحي فصفة بتظهر عن صفة الكسر اما التفوق ده منع تعبير جين معين بيحصل عندما يعبر جين اخر بس بيكون في موقع جيني اخر ناخد مثال مثلا زي الاي كابتل داش بكابتل ار سمول بكابتل ار سمول الاي كابتل ده هو ده الجين المانع اللي بيمنع ظهور الصفة بتاعة اللون وهنشوف الكلام ده في الامثلة بعد كده ده موجود على موقع جيني وده موجود على موقع جيني اخر لكن تأثير الاي كابتل بيمنع اه ظهور تأثير الجين الآخر إبه هو ده المقصود بالتفوق التفوق فيه أمثلة منه كتير على نباتات كتيرة بس اللي احنا هندرسه مع بعض اللي هو حالات التفوق اللي بتظهر في لون الأليرون في حبوب الزرة الأول كده لو بصيت على السمار بتاعة الزرة زي ما انتم شايفينها كده دلوقتي ده منقول عليه كوز في سمار الزرة كل حباية من الزرة دي بتبقى عبارة عن سمرة لوحدها مستقلة فحالات التفوق اللي بتدينا الألوان اللي مختلفة اللي قدامي دي هو ده نتيجة حدوث حدوث موضوع التفوق ناخد الأمثلة بتاعتنا على التفوق قبل ما أخش على الأمثلة بتاعة التفوق أعرف الأول تركيب الحبة أو السمرة بتاعة الزرة الحباية أنا عندي فيه هنا غلاف السمرة اللي بيبقى فوق بعد كده فيه منطقة اسمها الأليرون وفيه منطقة الإندوسبيرم هنا ده الغلاف الأليرون وبعد كده منطقة الإندوسبيرم منطقة الأليرون دي هي اللي بيحصل فيها حالات التفوق لو كانت شفافة فمنقول عليها بتدينا عديمة اللون لكن ساعت بيبقى لونها كرمزي أو لونها أحمر نشوف كده مع بعض الأمثلة أول مثال عندي من حالات التفوق هو التفوق السائد مهم جدا عندي أنك تعرف النسبة بتاعة التفوق التفوق السائد بيبقى 12 إلى 3 إلى 1 12 عديم اللون 3 كرمزي إلى 1 أحمر فلو بصيت هنا هتلاقي نسبة عديم اللون كبيرة ونسبة الكرمزي 3 ونسبة الأحمر نسبتها 1 نشوف مع بعض المثال بتاعنا اللي موجود في الكتاب في تطبيق خمسين بيقولك عند إجراء تلقيح بين سولالتين من الزرة أحدهما ذات تركيب جيني I capital I capital B capital R small B capital R small عديم اللون والآخر I small I small B small R small B small R small أحمر اللون للحصول على الجيل الأول فوجد أن نكيزان الجيل كانت عديمة اللون الجيل الأول وبالتلقيح الذاتي للحصول على الجيل الثاني وجد أنها تحتوي على ثلاثة طرز مظهرية فقط المفروض أنها تحتوي على أربع طرز مظهرية ليه؟ لأن ده زوجين من العوامل فلما نيكن بع بعض كده نشوف المثال بتاعنا هيمشي ازاي وإن اللي حصل في النسبة بدل ما كانت أربعة بقى الثلاثة أن عندي ده الأحمر زي ما قلنا I small I small B small R small B small R small حصله تزاوج مع I capital I capital B capital R small B capital R small عديم اللون طب ده عديم اللون ليه؟ علشان في I capital موجودة وإحنا التفوق اللي احنا متكلموا عنه هو التفوق السائد يبه هو بيجي مع الاجينات السائدة لكن مع الـ small هنا أعطاك لون أحمر فلما تيكي تاخد الجاميطات اللي هنا هيبقى عندك I capital خدت منها واحدة وبـ capital R small بـ capital R small دول بيعتبروا حاجتين فباخد منها واحدة بس بـ capital R small بعد كده هنا برضو I small واحدة وبـ small R small بعد كده هيطلع عندي في الجيل الأول I capital I small بـ capital R small بـ small R small 100% عديم اللون ليه ظهر عديم اللون؟ علشان I capital موجودة I capital المنع اللي بيمنع ظهور الصفة طب لو الجين ده ما كانش موجود كانت اللون هيطلع عندي كرموزي كان اللون هيطلع عندي كرموزي لأن بـ capital R small سائدة على الـ small R small فهتظهر لللون الكرموزي لكن لو كانت بـ small R small بـ small R small هتظهر اللون الأحمر لكن هنا عشان I capital موجودة بيمنع ظهور الصفة أي لون فبتظهر الصفة عندي لونها إيه؟ عديمة اللون بعد كده هنعمل سيلفنج تلقيح ذاتي ويبدأ نكون الجاميطات اللي موجودة هنا I capital هاخدها مرة مع B capital R small ومرة مع الـ B small R small ومرة تانية مع الـ B small R small يبقى أنا هيطلع عندي أكون الجاميطات بتاعت الجيل التاني لما تشوف بقى الجيل التاني هيطلع عندي إيه؟ المفروض تعمل مربع باننت وتعمل بقى تضرب إيه؟ المعادلات بتاعتك فالمفروض النسبة تطلع عندك 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1 فعيطلع عندك المفروض أربع أشكال مظهرية لكن أما تشوف هنا حصل تحور في النسبة المندلية نتيجة إيه بقى؟ وجود الجين السائد اللي هو المانع اللي بيمنع ظهور الصفة فعندك هنا أول حاجة تطلع عندك I capital dash بcapital R small dash عديمة اللون ليه عديمة اللون؟ عشان I capital موجودة منعت ظهور الصفة فظهرت لك بعديمة اللون ودي نسبتها 9 طبعا زي ما احنا شرحنا قبل كده ومنعيتها تاني أن كلمة I capital dash دي يعني يئم I capital I capital يئم I capital I small بكابتل R small داش يعني إما بكابتل R small بكابتل R small بكابتل R small يئم بكابتل R small بكابتل R small نيجي بعد كده I capital dash بسمول R small بسمول R small ده هتطلع لي برضو عديمة اللون ليه؟ عشان I capital السائدة منعت ظهور الصفة اللي موجودة هنا اللي بتطلع من هنا فظهرت لي بايه؟ بعديمة اللون لكن هما نيجي ناخد اللي بعدها بقت I small I small بكابتل R small داش عطتني اللون الكرموزي ليه الكرموزي؟ علشان B capital R small السائدة هي اللي بتديني اللون الكرموزي مع عدم وجود أو عدم تأثير هنا الجين المانع فبتظهر الصفة اللون الكرموزي نيجي في الأخيرة I small I small بسمول R small بسمول R small فعطت ديني اللون الأحمر ليه أحمر؟ عشان بسمول R small هنا متنحية فعطتني اللون الأحمر مع عدم تأثير الجين المانع فعطتني اللون الأحمر اللي موجودة فبالتالي النسبة اتحورت بدل ما كانت 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1 بقت 12 عديم اللون 12 عديم اللون و3 كرموزي و1 أحمر يبقى ده التفوق مين؟ التفوق السائد نيجي ناخد المثال اللي بعده أو النوع التاني من التفوق الحالة التانية من التفوق اسمه التفوق السائد والمتنحي التفوق السائد والمتنحي بيديك شكلين مظهريين ليه؟ بيديك نسبتين 3 13 عديم اللون و3 ملون يعني هيديك هنا عديم اللون 13 و3 بس هو اللي هيبقى ملون نيجي نشوف المثال مع بعض في تطبيق 51 عند إجراء تلقيح بين سلالتين من الزرة أحدهما ذات تركيب جيني i capital i capital i capital i capital عديمة اللون لأن i capital بتمنع ظهور الصفة والآخر i small i small i small i small عديمة اللون ليه برضو؟ عشان i small هنا منعت ظهور الصفة مع الجين المتنحي تركز في الحتة دي منعت ظهور الصفة مع المتنحي للحصول على الجيل الأول فوجد أن أفراد الجيل الأول كانت عديمة اللون كلها عديمة اللون وبالتلقيح الزاتي للحصول على الجيل الثاني وجد أن كل كوز يحتوي على مجموعتين مظهريتين فقط يبقى في التفوق السائد والمتنحي بيديك مجموعتين مظهريتين فلما ناخد الأبوين عندي هنا العديم اللون i small i small i small i small مع i capital i capital i capital i capital عديمة اللون الجاميطات اللي هتتكون هنا i capital i capital i small i small الجيل الأول هيتطلع بقى عندي i capital i small i capital i small ظهرت لعديمة اللون ليه؟ لأن i capital موجودة السائدة منعت ظهور الصفة فظهرت للون فما ظهرش اللون عندي فأصبحت عديمة اللون لما أعمل بعد كده selfing طلقيح ذاتي يبقى الجاميطات اللي هتتكون عندي هاخد i capital مرة مع i capital ومرة مع i small i capital i capital i capital i small واخد i small مرة مع i capital ومرة مع i small وبرضو نفس الكلام في الناحية التانية الجيل اللي هيتطلع لي الجيل اللي هيتطلع عندي الجيل التاني هيتطلع عندي i capital dash capital dash هتطلع مالها عديمة اللون لأن الجين المانع capital فمنع ظهور الصفة فظهرت لي عديمة اللون وده كان بنسبة تسعة برضو نفس الكلام i capital موجودة dash مع i small small ظهرت لي برضو عديمة اللون منعت لي ظهور الصفة لكن في i small i small capital dash ظهرت لي اللون هنا ليه؟ لأن i capital هنا سائدة وهنا متنحية فقدرت أن هي تظهر الصفة بتاعتها في وجود i small حتى لو كان في الشكل المظهر اللي بعده إن i small i small 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 عطتني عديمة اللون ليه؟ لأن small small ده الصفة المتنحية فقدرت أن هي تمنع ظهور الصفة مع الصفة المتنحية لكن هنا مع الصفة السائدة اللي موجودة هنا مع الصفة السائدة قدرت أن هي تظهر اللون أو ما كانش لها تأثير إن هي تمنع اللون اللي موجود فبالتالي تحورت النسبة المندلية من 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1 بقت 13 عديمة اللون يعني 13 دول بقى عديمة اللون و3 ملون يبقى كده النسبة بتاعتنا بتاعت السائد والمتنحي 13 عديم و3 ملون نيجي بعد كده في آخر الأمثلة اللي موجودة في الكتاب عندنا من التفوق اللي هو التفوق المتنحي نسبته كام التفوق المتنحي هو 9 كرموزي و3 أحمر و4 عديم اللون هنا بقى الكرموزي أو اللون أصبح كبير ليه لأن هنا التفوق عندنا التفوق ماله تفوق متنحي بيشتغل مع الجين المتنحي لما ناخد المثال بتاعنا في تطبيق 52 أجري تلقيح التلقيح بين سلالتين من الزرة أحدهما ذاته تركيب جيني كرموزي و3 كابتل 1 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 كابتل 2 كابتل 1 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 كابتل فالاسمول وان هي اللي لها تأثير فمنعت ظهور الصفة منعت ظهور اللون فكان الجيل الاول كورموزي ليه لان اي كابيتل وان سائدة وعند التلقيح الذاتي لافراد الجيل الاول وجد تلات مجميع مظهرية اعتبر ذلك انا عندي الابوين بتوعي ده الكورموزي وده عديم اللون تعال نكون الجميطات هاخد واحدة من دول اي كابيتل وان واحدة من دول بكابيتل ار اسمول وهنا واحدة من دول اي سمول وان واحدة منهم هيتطلع لي الجيل الاول كابيتل وان اي سمول وان بكابيتل ار اسمول بكابيتل بسمول ار اسمول فعطتني اللون مين الكورموزي ليه الكورموزي لان كابيتل وان سادت على اي سمول وان فمنعت ان هي اللي ببالها تأثير فبالتالي ظهرت الصفة بتاعة اللون اللي موجودة هنا في البي كابيتل ار اسمول وان بكابيتل ار اسمول اسمول وان بكابيتل بسمول ار اسمول وهنا نفس الكلام يبع عندي في الجيل التاني هيظهر عندي ثلاث مجميع مظهرية اكابيتل وان داش يعني اما اكابيتل وان اكابيتل وان يا اما اكابيتل وان اسمول وان وبكابيتل ار اسمول داش يعني يا اما بكابيتل ار اسمول بكابيتل ار اسمول يا اما بكابيتل ار اسمول بسمول ار اسمول فعطتني هنا ظهرت انها تظهر لانه وذائي تفوق متنحي فهنا ظهرت اللون بتاعي اللون الكرموزي العادي بنسبة 9 بعد كده small one داش بsmall or small بsmall or small هنا ملوش تأثير فقدرت انها تظهر الصفة بتاعة اللون الأحمر احنا قلنا لما يبقى سائد بيديني اللون كرموزي ولما يبقى متنحي بيديني اللون الأحمر لكن لما كان متنحي بقى في جين المتنحي small one small one بكابتل or small dash ما قدرش انه هو منع ظهور الصفة منع ظهور الصفة بتاعة اللون الكرموزي فظهرت لك باللون مين فظهرت لك بعديمة اللون نفس الكلام منعت ظهور اللون الأحمر فظهرت لك بعديمة اللون برضو small one small one بsmall or small بsmall or small فتحورت النسبة المندلية من تسعة لتلاتة تلاتة إلى واحد إلى كان تسعة كرموزي وتلاتة أحمر وأربعة عديم اللون دول التلات حالات اللي موجودون في كتاب العمل عندنا عن التفوق التفوق السائد والتفوق السائد والمتنحي والتفوق المتنحي واللي عنده أي استفسار نكمل مع بعض على الكلاس روم شكرا على حسن استماعكم السلام عليكم